مرحبا عزيزا ومتابعي قناة بلين بعين عربية الفيديو مات اليوم هو التطبيق ترجمة احترافية لجميع اللغات هذا التطبيق فعال على جميع أنواع الهواتف أو الجوالات وأيضا يقدر يترجم لك إلى عدة لغات أنت تحتاجها الطريقة جدا سهلة وبسيطة بس قبل ما أبدي الشرح قبل ما أبدي الشرح أتمنى من كل شخص يدخل يدعمني باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصد كل شي جديد من أنك قبل ما أبدي الشرح حبيت أنوه إلى شغلة أنه إحنا في ألمانيا الجي الإنجليزية نلفظها كاف بينما في الدول العربية نلفظ جي ولهذا إحنا نلفظها جوجل وليس جوجل خلوني نبدي الشرح الرابط راح يكون بصندق الوصف راح تحمل هذا التطبيق راح تدخل عليه راح تظهر عندك هذه اللوحة طبعا هنا بالأعلى الحساب مالتك يكون اللي أنت راح تستعمله وهنا اللغات اللي أنت تريدها فمثلا أنا أريد الترجم من الألمانية بالبداية فأدخل على الكاميرا هنا تتشاهدون هنا فقط تظهر عندي الترجمة بصورة سهلة وبسيطة تمام؟ لو أنا أخذت لقطة كاميرا فأيضا أنطاني النص أقدر هنا اختيار تختار النص وتحدده هذا هو التطبيق أيضا هنا تقدر تعكس راح يترجم لك من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية يعني لو دخلت هنا النص كان لغة عربية راح يترجم إلى الألمانية تقدر تلتقط صورة من الأسفل نفس الشيء لو رجعنا هنا تقدر تكتب هنا أوكي أي شيء تكتبه راح يظهر بالأعلى بالنسبة هنا لو كبست هنا أي صوت راح يترجم إلى اللغة الألمانية هذه ترجمت الصوت هنا المحادثات الموجودة تقدر تعمل محادثات سي كنن جسپ راح يترجم إلى الانجليزية هذا تحول هذا الترجم للانجليزية هذا راح يترجم إلى الألمانية وراح يترجم إلى الصينية ونقدر نحول إلى إيسلندية بقية اللغات اللي ما يعرفه هذا التطبيق جدا مميز تقدرون تشغله على كل أنواع الهواتف هذا التطبيق مميز جدا مية بالمية ومجاني كل فترة تنزل تحديثات تضيف بعض الميزات الجديدة اللي راح يلاقوها أنه هذه راح تفيد التطبيق ويزيد التفاعل به فكل فترة تنزل تحديثات تزيد الميزات مالتا بالنسبة لشركة آيفون أيضا نزلت تحديث جديد ببعض الميزات تشرحت عنها أنه ملخصة أنه راح تدخل من الكاميرا أي نص راح تشوفه أو هاتف تقدر رأسا تثبتها وأيضا نفس المبدأ بدون أي تطبيق خارجي طبعا هذه موجودة بس فقط تفتح الكاميرا فقط حبيت أن أوه شغلة أنه لو دخلت على التطبيق هنا تريد تدخل النص يعني مو تكتب بالأسفل فمثلا مرحبا راح يحول لك صيني فهنا تكتب بالأسفل فهنا صارت صيني هذه الميزة صراحة تقدر تدخل أيضا اللغات مثل ما قلت في عندنا مشكلة في سناب شات نحتاج نترجم إلى ثلاث لغات فهنا تقدرون تستعملوها اللي ما يعرفها هذا حبيت أن نزله لأنه بعض المتابعين قلولي من عرفه فهذا التطبيق نزلته لكم حتى تستفادوا منه أتمنى بنهاية الفيديو عجبكم وتستفادوا من عنده تطبيق نزله كل شي فيه بكل الأحوال بأي مكان تروح فقط تقدر تضع الكاميرا وترجم أي شي أنت ما تعرفه من أي لغة إلى أي لغة هذا حبيت أقول لكم أتمنى لتنسون دعمي باشتراك ولايك وتفعلون الجرس تنشرون حسابي إلى أصدقائكم أكون جدا شاكر أي سؤال أو مشكلة تواجهكم كتبوها بالرسائل الآن حاضر وحساباتي راح تصير نهاية الفيديو وشكرا للجميع مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر